فأنا مبسوط جداً بوجود النهاردة النهاردة أكرم على إبداع الفني للسنين اللي فاتت فاداش سعيدني جداً طبعاً إنه أكرم في المعارضان حقيقية سعيدة وبعدين هو موجود في وقت مناسب قوي فيه غربالة بتحصل كده في وسط الفني فيه ثورة وهو النهاردة أكبر ترجمة لعزيز ثورة إن شاء الله حالاني بحث من هو في التاري غربالة دي فيها خصمين خص شويراس وخصم شاكل التبعانين بالجميع طبعاً مع اللقيب الموسيقين طبعاً أولاً مهندس نجيب ثورة الرجل أنا بحب طول عمره إنه ناجح وبنحب ده من رموز النجحة في بلدنا ومشرفنا طول عمره في كل حتة في العالم رجل رجل أعمال من الناس النجحة لكن أنا مش شاف هنا لي دور ده دور النقيب الرجل أستاذ أني شاكل ما قالش حاجة غريبة قالك أنا كل مال يمتلك مهيبت الغناء يجوا في قدام يمتحنوا أنا والكوكبت الموسيقيني اللي بتمتحيننا طول عمرنا أنا امتعنت من عشرين سالون جئت لو كنت سقطت كنت هراوح الموضوع محسوم هم امتحنوا سقطتوا فمعندوش ملكة الغناء طب بتبني ليه لازم تكون معكراً ليه نقابة بسراحة رقيب يعني فيه فيه نقابة وفيه نقابة الموضوع مش عبس وبعدين هو ليه النهاردة أخذ القرارات دي لأن الموضوع أصبح مرعب في حاجة غريبة لا ننكر كلنا إن فيه حاجة غريبة بتحصل فلوسة الفانية طيب احنا بدل ما نحنها حفل نعليجها او نخلنها او نخلنها طريقة بقى قالوا سنة بيحاول يعليج على فكرة وصل بقى لمرحلة ايه؟ وصل بقى للفانانين بيطلقوا عن ما صح يشتموا بعض وصل اللي نحنا بيمسك التليفونات نقعد نخبط في بعض وقولوا الكلام لا صح إن احنا كفانانين فيه أطفال وفيه ناس بتسمعنا نحنا نقوم بهذا الدور لا وصل الموضوع لمرحلة مرعيبة على فكرة أنا من الناس وقولوا كنت بحب بعض المعرجلات وعملت دي واثنين اخترت كلمة واخترت مغني اغني عنده صوت لكن لما أصبح الموضوع دوقتي مرعب لكل فعل رد فعل أنا الرد فعل اختلف دلوقتي تفهم؟ ما لا بقى لي فترة مش بعد خرار الوصفاني شاكل بقى لي فترة مخدود من اللي بيحصل حتى لو كنت حاضر حفلة الايهاب توفيق من اسبوع قبل خرار الوصفاني شاكل وعملت بوست كبير جدا واغلب المواقع كلها خديته ونزلته كل حاجة حلوة رقصته هو مش ما رقصتش يعني مش لازم المهرجان بس هو اللي رقصتنا على فكرة عشان في الناس بتقولك ايه دلون والناس بيفرح عليه ما عليش امي وخالتي وابويا لما اتجاوزوا في فراحهم الناس فرحت على فكرة هو رقصت اذا يبقى في اغاني بتقدم ده في اغاني بتقدم قل له حاصر سلك فصل شو سلم اذا الاغاني اللي بترقص بتفرح لي موجودة طول عمرها مش لازم هذا الشكل اللي بيخليني بقى مغيب مش فرحان بقى كده وانا كنت من الناس اللي بقى عمري ما قلت في لقاء انا ضده عمري حاتي لقاءاتي كلها دايما بقولي انا شايف منه فيه منه فنرين وبيقدم حاجة طيب احنا حطينا على الجابها التانية شغل انتراب اللي بيحصل واجز عفروتو بتاع ما برضى ماش اصواق اه قوية انا بص ما ديش دعا بقى بالمقارات دي مش بتاعتي انا فانا انا ادعم يعني انا شفت استيسان الشاكر عمل موقف عجبني هدعمه عمل موقف ما عجبنيش او انا مش شايفه سليم او شايف فيه حاجة غريبة حقول ده دوري كمواطن مصري وكفنان بيقدم فنه تبعلي عشرين سنة بيقدم فنه وريه جمهوله بحب الناس وراس بتحبني وراس بتأثر بكلامي فلازم اكون حقيقي اه انا انا ما شفتش حد اقدم اولا ما اسميش راب حتى ما اسميه تراب انا عارف انا شاف حتى كلمة دي جابوها منين مش خايمة اه الراب احمد مكة قدمه الراب طول عمره الراب دي مزيكة امريكاني كان دايما مازيكا اسمها مزيكة اجتماعية بتبعي بقى عن الشكل او الكلاسيك ايك انا ما اقدم انا بقدم اغاني حب واغاني شجن اهم كان يقدموا حالات اجتماعية انا مش شايف بقى في الميو وقاول اللي هي تراب ده ان فيه حالة اجتماعية مش شايف بل حالة اجتماعية احس منها ان فيه وضع اجتماعي معايف انا بقى ناقم عليه انا ما شفتش ده فمعنديش اجابة مش فهم لسه بتفرض لسه مرحبت الفول جبرت طب انت عايز تشاور للنخيب على حد تقول له دول كمان خلي بالك منه؟ لا لا خالص هو عارفه انا هو اقدم مني بكتير وراجل فنان بجد وهو عنده الصلاحية لانه فنان ان هو يمنع ويرفض ويوافق يعني فيه لا طبعا مش اقدم له اي حاجة انا شايفه مش صح كامل طبعا عمي جديد بقى آلبوم كامل بيجهز فعايز بنعرف تقصير بقى لا مش آلبوم بقى اش فعايز بقى آلبوم بقى خلاص بنعرف عليك لان النظوم اختلفة عامل الحمد لله اغاني كتيرا وانزلها فترة جاية وبتمنى ان هي توصل للناس والشكر ده يوصل للناس باكتساح ان شاء الله من شاء الله يلقدمه ان شاء الله حتى حد من زمالي اللي بيغانه كلاسيك يابتسح موافق بس الشكر ده الشكر ده اللي احبه الشكر ده بيخاطب نفسيتك بيخاطب احساسك ويختبش عقلك بس اللي محتاجين ده مش كل حاجة الاخصام والحكايات والروايات الروايات عنده اربعتاشر سنة ده وعطي لك اخصامي اكتر من صحابه مش كده اجد احوارات كلها اغليم اغلق ده احوار حكاية يعني فهم انت لما تعملوا فنية ما تلاقش ان حابل هتين ميت مليون زي عم بيحصل والجوه ده ايه محفينش سيء احكابت ميت مليون مشاهدة مثلا افرح طبعا افرح اكيدي يعني وانت ما كنتش ميت مليون مشاهدة ولاقيتهم هم لسه بيديبوا ميت مليون مشاهدة رغم المنع ما عنديش مشاكل هيكمل مش هيقس هكمل هعد الفني بص الصحة صحة وغلط غلط يعني ده باين وده باين والسليم بيمشي بيمشي في الاخر احنا بس مباشرة باعدت عن التمثيل انت بار بفترة اا لا والله ما يقول لك انا مهتم اكتر بالغنى بفترة انا مغني مش ممثل اساسا يعني وحاسسي والناس بتحبيني هنا اكتر فانا مش عايز احترم هذا الرأي يعني